أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب أكدت أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تعتمد منهجية وقصص ثابتة وراسخة في تأكيد المكان المرموقة لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي ولفتت زينال إلى أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين استطاعت ترسيخ موقعها الحيوي والفاعل في الاتحادات البرلمانية والدور الذي تقوم به في النهوض بالعمل البرلماني على المستويات كافة جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب عددا من رؤساء البرلمانات على هامش مشاركة الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الرابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي بجزيرة بالي الاندونيسية حيث التقت معاليها معالي المستشارة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري ومعالي الدكتور شيد الطالب العالمي رئيس مجلس النواب المغربي ومعالي سيد أنجلو فارو جيو رئيس مجلس النواب المالطي ونوهت معالي رئيسة مجلس النواب لأن تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق بين البرلمانات يعد أحد الجوانب المهمة في عامل المجالس التشريعية مؤكدة أن استمرار اللقاءات الثنائية بين رؤساء البرلمانات يسهم في إيجاد التوافقات وصوغ الرؤى المشتركة حول الموضوعات المهمة وخصوصا ما يرتبط بدور البرلمانات في دعم ومساندة الخطط التنموية